النهاردة النهاردة مصر بقت بالنسبة لإعلامة الدولي قول لحضراتكم معلومة لطيفة إعلامة الدولي سنوات طويلة جدا يطلع لنا عشوائيات وما بتعملوش حاجة والزحمة والناس تخنقت ومش عارف العوادم العربيات والتلوث اللي موجود كان دي الصورة اللي موجودة على مصر هذه الأيام وفود أجنبية كل اسبوع عندك عشر وفود اتناشر وفد مرسلين أجانب وسائل إعلام عربية وسائل إعلام دولية كل وسائل إعلام اللي ممكن تتخيلها أو لا تتخيلها تطلب تأتي إلى مصر عندنا الهيئة العام للسلامات ومكتب المرسلين الأجانب في مصر يتلقوا طلبات من وسائل إعلام الدولية كل يوم تأتيت هذه الطلبات عشرات الطلبات وتلاقي كله بيبقى مركزين على إيه في مصر إيه اللي الدولة بتعمله العاصمة الإيدارية الجديدة إيه اللي حصل فيها العالمين الجديدة شبكة التنمية اللي بتحصل في مصر العالم الدولي النهاردة بيجي مصر عشان كده زي ماكت اللي عمليت دولي أنا رايح مصر عشان أروح الأقصر وأصوان والغردقة وشرم الشيخ وأبي دوس في سهاج ومش عارف إيه في نيفرتيتي في كان دايما إيه يجي لك طبعا دي حاجة عظيمة وجميلة والأهرام ومتحة في المصري وكل ده لطيف جدا ما عندش مشكلة فيه خالص كان مصر دايما يتم التسويق لها كده التاريخ ومصر القديمة النهاردة النهاردة التسويق يتم عن مصر الجديدة أو الجمهورية الجديدة العاصمة الأديرية الأكثر إقبالا من الإعلام الدولي ده رقم واحد اللي بييجي بعدها التطوير اللي بيتم فيه كل هزي المناطق بتكلم عليها قائرة التاريخية هتعملوا فيه المهدينة هتعملوا فيه ايه التطوير ده اللي حصل انتوا عملتوا ده ازاي الإعلام الدولي بيتكلم النهاردة على مصر كده والطلبات اللي بتيجي وأنا طبعا الافتتاحات الرئاسية النهاردة مين بيحضر معنا الإعلام الدولي النهاردة ما بقاش عندنا احتفال أو افتتاح إلا والإعلام الدولي موجود الإعلام الدولي وإعلام العربي موجودين معنا موجودين معنا عشان يشوفوا عشان يكتبوا محدش بيقولوا مكتبوا ميتكتبوش خلص محدش بيعمل كده هو تابع شاف ده ايه الموضوع الحكاية يسألوا مع الناس يشوفوا ينزلوا يعملوا تقارير مصورة وبيتكلموا والناس تتجاول كيفا ما شاءت عندناش خوف على فكرة أي مراسل أجنبي عايز ينزل مصر ويتجاول يتجاول كيفا ما شاء احنا مزاي دول يقولك بلاش لا لا معنا فضل خطة صريحك انزل روح بس يبقى حد معاه يوري الأماكن بس إنما ملهوش علاقة هيعمل تقرير كوي سيعمل تقرير ولكن عادة التقارير الآن أصبحت النهاردة تتحدث وأنا بقول لكم معلومات مش بقول لكم كلام إنشاء بقول لحضراتكم اللي بيحصل أعلام الدول اللي بيعمل إيه وبيطلب إيه وبيتكلمه إزاي شوف النهاردة حجم النشر تلفزيون وسائل إعلام مختلفة عن مصر في حاجات سلبية فيه هي اللي عايز يكتب سلبي مش هيقول حتى لو أنت عملت إيه يعني أنت عمد تعمل تشتغل من هنا حد عشرين ثلاثين والصورة مختلفة عن الماضي هيفضل يتكلم هو عن الماضي بس فيه حاجات ما يقدرش ينشرها لأنها تغيرت يعني اللي كان في 2011 مش موجود النهاردة ما يقدرش ينشره ما يقدرش يتكلم على كانت تغير مش عارف إيه تغير المنطقة تغيرت الصحراء حولناها لتنمية هيقدر يقول الكلام مش هيقدر يعكس يقول حاجة كانت شافها زمان لما ييجي النهاردة اللي هي متغيرة بقت حاجة تانية خالص ودي هي صورة مختلفة عن مصر اللي كان البعض بتكلم عليها عايزة أقول لحضراتكم إحدى وسائل الإعلام اللي أنا دايماً كنت أتكلم عليها وهاجمهم النهاردة ده بتكلموا عن مصر أكتر مننا طب والله بتكلم بجد بيتكلموا عن مصر بطريقة إيجابية أكتر مننا أكتر من الإعلام المصري هم كانوا إيه؟ سم يعني كانوا زمان سم سم يعني النهاردة لا 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 خالص خالص يا سلام إيه ده إيه هو دم مصر ده بياخدوا برنامج بتاعنا والله بيتكلمكم كانت بياخدوا أخبار من برنامج بتاعنا يمكن زي المواقع المصري أو أكتر تحول 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 إيجابية تحول إيجابية جدا فوق ما يمكن تبقوا شايفين